طيب دي كانت تصريحات حساب حسن من شهر تقريبا مع زمالنا أحمد المصري في برنامج رقم 10 حول ترحيبه بالانتقال لنادي الزمالك بمنسبة نادي الزمالك في جلسة أخيرة هيعملها نادي الزمالك مع محمد عواد لحسب موقفه النهائي من التجديد الزمالك هيعرض على عواد مبلغ 11 مليون جنيه في الموسم ولو رفض محمد عواد العرض ده المفاوضات هتتقفل تماما ده عرض الزمالك الأخير لمحمد عواد مجلس نادي الزمالك بيدور برضو في نفس التوقيت عن حارس آخر ليكون بديل لمحمد صبحي حال رفض عواد المعلومات الجديدة في القصة بتاعة الحارس قد تبدو مفاجأة بعض الشيء إنه الزمالك بيفكر في محمد أبو جبل محمد أبو جبل أصبح خيار لنادي الزمالك لضمه في الموسم الجديد في بعض الوسطاء تحدثوا مع محمد أبو جبل حول الإمكانية هذا الأمر العودة لنادي الزمالك مرة أخرى ده طبعا في حال إن محمد عواد ما وفقش على عرض الزمالك الجديد دعي ترجمة نانسي قنقر